في اليوم المئة والثامن من الحرب الاسرائيلية على غزة شهدت خان يونس قصفا مكثفا على قوات من قوات الاحتلال استهدف خمسة مراكز ايواء بشكل مباشر ومتعمد في عدة مناطق في المدينة وبشتى انواع الاسلحة واسفر عن عشرات الشهداء والجرحة بينهم اطفال وكبار في السن وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب جرائم مروعة في غرب خان يونس وان عشرات الشهداء والجرحة ما زالوا في الاماكن المستهدفة والطرقات واضف ان الاحتلال يمنع تحرك سيارات الاسعاف لانتشال الشهداء والجرحة غربي خان يونس موضحا ان الوضع الصحي كارثي ولا يوصف واعداد كبيرة من الجرحة يفترشون الارض في مجمع نصر الطبي بل ناصر الطبي هذا وشهدت مناطق غربي خان يونس التي زعم الاحتلال انها امنة حركة نزوح كبيرة باتجاه رفح بعد توغل الاحتلال وقتله عشرات النازحين في تلك المناطق تزامن ذلك مع نداءات استغاثة وجه الهلال الاحمر الفلسطيني بعد حصار مقره في المنطقة ومنع فرقه من التحرك لاسعاف الجرحة كما اعلنت وزارة الصحة في غزة ان عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بلغ خمسة وعشرين الف ومئتين وخمسة وتسعين شهيدا وثلاثة وستين الف مصاب منذ السابع من اكتوبر الماضي واضف ان الاحتلال ارتكب عشرين مجزرة بالقطاع راح ضحيتها مئة وتسعون شهيدا وثلاثمائة واربعون مصاب خلال الساعة الاربع والعشرين الساعة الماضية